اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين مستمعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس لقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنتوى عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم أخي الكريم أختي الكريمة كثيرا ما نتحدث عن التوبة والتوبة وحد المقام عظيم من مقامة الإيمان مقام يعني مطلوب مننا كمؤمنين أن نتوب إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آيات كثيرة كنت تكلم على التوبة والتوابين وبأن الله تعالى يحب التوابين وتحثنا على التوبة وبأن الله تعالى كريم ورحيم ويقبل التائبين غافروا الزنبي وقابلوا التوبة سبحانه وجل فعلا ودائما لو كانت تحدثوا على التوبة لكي جينا البالنام التوبة فعلاقنا مع مولنا الكريم سبحانه وجل فعلا أن الإنسان در ذنوب ودر أخطاء فعلاقته مع الله فيعتذر ويتوب ويندم ويعزم على أن لا يعود أشبال لك اليوم أن نتناول موضوع التوبة ولكن من منظور آخر ناخدوه من خلال العلاقة الأفقية مشي العلاقة العمودية كان العلاقة العمودية بيني وبين الله تبارك وتعالى أنني كندير أخطاء أمارني المولى الكريم أو مجموعة من الأوامر ما تنديرها شكلها أو كنديرها بحيط طريقة مشي صحيحة 100% فكنت ندم معي الحال أتذكر الموت أتذكر لقاء الله أتذكر الحساب فأتذكر تقصيري وأتذكر تفريطي فكندم وكنتوب أو نهاني المولى الكريم على شيء أشياء وأنا درتها إما خطأا أو عمدا فكيبقى في الحال وكندم وكنبغين بدأ بداية جديدة مع سيد ربي وكنتوب مرة أخرى وكنتلب منه أنه يقبلني وهو الذي يقبل التوبة عن عباده لكن اليوم بغينا نتكلم عن التوبة بين الإنسان والأخذي للإنسان شكن فينا أخي الكريم واختي الكريم ما كيخطأش في حق الآخرين شكن فينا بقصد أو بغير قصد يخطئ في حق أخيه الإنسان احنا كنعيش في مجتمع والإنسان اجتماعي بطبعه ممكنش يعيش بوحده ممكنش ينعازل ويعيش في جزيرة بوحده يطلق مع تشي واحد الإنسان بطبعه أنه محتاج للآخرين والآخرين محتاج لبعضيتهم ليتخذ بعضكم بعضا سخرية بمعنى أن شي مسخر الشي مكنت تشي واحد غني غنى مطلق بحيث أنه ما محتاج لتشي واحد يقدر الإنسان يكون عنده الصحة ويكون عنده المال ويكون عنده العلم ويكون عنده الثقافة ولكن راح محتاج للنس آخرين يعيشوا معه في الحياة محتاج اللي يطيب ليه محتاج إلى مرضي إيداويه محتاج اللي يقره ويعلمه محتاج اللي إخسرت له جهاز إلكتروني عنده في البيت محتاج اللي يصيبوا ليه بمعنى أننا نحن بغينا ولكرهنا راح محتاج للبعض يدنا الغني المطلق هو المولى الكريم سبحانه وتعالى هو الغني وسواه فقير بل اجتحت ملك يموت الإنسان أخي الكريم أختي الكريمة يبقى فقير محتاج اللي يحفر الحفرة ويدفنه بمعنى أننا محتاج للبعض يدنا ولذلك منك أن دعي الدعاء دي الغنى عن الناس في الحقيقة الغنى عن شرار الناس اللهم اغنيني عن شرار خلقك أن الله تعالى ما يحوجنيش للأشرار من خلقه ألا يجعل حاجتي عند الأشرار ألا يجعل حاجتي عند الأشرار وإلا راه عباد الله بعضهم يحتاجوا إلى بعض فهذا الاحتكاك وهذا الاتصال وهذا الاجتماع يعني تخلق مشاكل وكتوقعها احنا شخصيات مختلفة تفكير مختلفة عقليات مختلفة بيئات مختلفة كل واحد فينا وكيفش تربى كل واحد فينا فين كبر وكل واحد فين القيم دياله كل واحد فين المبادئ دياله والأخلاق دياله والأولويات دياله في الحياة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي امتحان كنت تحطف امتحانات يوميا بل في كل المواقف وهذا كي يخلي أنه كتوقع أخطأ وكيف قلنا في الأول بقصد أو بغير قصد فمن كنت تتكلم على التوبة من منظور إنساني كتعني أنني إذا أخطأت أعترف بخطأي بل أسارع بأن أعتذر ولا جاء عندي شي واحد أخطأ في حقي وجاء معتذرا فأقبل عذره وأقبل توبته بين قوزين وسيد نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كي قلنا كل ابني آدم خطأ كلنا كان فهموا هذا الحديث هذا بأنه في علاقتنا مع الله تعالى لكن عليش ما كنفهموش بأن كل ابني آدم خطأ حتى مع بعضياتنا راه غاي يخطؤوا الناس في حقك فانبي عليه الصلاة والسلام من رحمته كأنه كيهيئك كيوجدك تيقولك شوف كل ابني آدم خطأ إذا توقع الخطأ أن يخطئ الناس في حقك دائما كن متوقعا علاش باش ما تصدمش توقع دائما بأن الناس سوف تخطئوا في حقك وخلي عندك ديك القوة ديال أنك تقبل الاعتذار ديال المخطئ والشجاعة الكافية بأنك إذا كنت انت المخطئ أنك تمشي عند ذاك الإنسان الذي أخطأت في حقي وتقول لي فلان ولا فلانة عفكي لما أسمحي لي يعني درت ودرت وفكرت بها تشكل والحقيقة أسمحي لي وأنا أعتذير شفتي أخطر حاجة كتعرق الإنسان في الطريق ديال رضا الله تبارك وتعالى أخي الكريم أختي الكريمة هو هذيك الأنا كيسمي وهاليوم ناس ديال الفلسفة وعلم النفس كيسميوها الإيقو ذاك الإيقو ذاك الأنا المتكبرة المتعجرة المستعلية اللي ما بغاش تعترف بالخطأ فهذه هي اللي كتوقف في طريق رضا الله جل في أولا لأن الإنسان منك يرتكب خطأ في حق الآخرين فباش يعتذر خصو يعفط على هذيك الأنا خصو يعفط على ذاك الكيبرياء دياله وتكون عنده الشجاعة الكافية والقوة الكافية باش يقول لسيادنا سمحوا لي يا راني أخطأت بمعنى أنه يجب أن يخالف هواه احنا في الغالب شنو كنديره إلا القلة القليلة الناس الراقية يعني نفسيان وعنده واحد نج نفسي معين ونج روحي الأغلبية مليك يدير الخطأ عوض ما يجي يطلب المسامحة ويعتذر ويقول اسمح لي ياه وأخطأته وأنا قابل بأي تصرف بأي رد فعل بغيتي تديره والآن أنا قابل به في الغالب النساش نتدير عندما يخطأ يسارع مشي للاعتذار الله يسارع لتبرير الخطأ تبدي يقلب على المبريرات تبدي يقلب على المبريرات والحقيقة أن اللي تيبرر الأخطأ ديره هو عارف رأسه مخطئ وعوض ما يعتذر ويطلب المسامحة وكي مشي تيبرر في الحقيقة فهو أذر كذلك أم لم يدرك اتبع سنة الشيطان الشيطان لما رفض أن يسجد لآدم عليه السلام ذا الخطأ نعم ولكن واش اعتذر وطلب المسامحة لا بدك يبرر بدك يقول أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين لحتي فبدا بدك يبرر تيقول لا أنا حسن منه لشان نسجد لي أنا تخلقت من النار وهو مخلوق غير من طين والنار حسن من طين وبدك تيقلب على المبريرات في حين أن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة أول حاجة دار هو أمنا حواء اعترفوا بالخطأ أشقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا قدرنا خطأ يا ربي كان ممكن يبدو تهم بتي يبروا يقولوا لي لا يا ربي ورشيطا حلف لينا وقاسما هما إني لكم ملا من الناصحين وهذا رأي تبرير ومن حقهم زيما يقول اسمح لنا يا ربي وحلف لينا بيك وحنا ما كناش كان نعتقد بأن كين شي مخلوق يتجرأ وأن يكذب عليك وأن يقسم بالكذيب عليك وحنا رأي نسينا أصلا ذاك العهد اللي قلت لنا زيل ما تاكلوش من هات الشجرة المبررات كانت كثيرة ولكن ما دروش المبررات بل سارعوا إلى الاعتراف بالخطأ وهذا هو الخلق دي الأنبياء كلهم أنه إذا أخطأ يسارعوا إلى الاعتراف بالخطأ فهنا الإنسان يختار وواش نكون أنا أتبع سنة الأنبياء اللي هي الاعتذار والاعتراف بالخطأ أم أن أتبع سنة الشيطان اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولنا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك نسمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحصة المباركة من برنامج إن في الجمعة ساعة اليوم كانت تكلموا على ثقافة الاعتذار ثقافة الاعتذار واشعدنا في المجتمع هناك مجتمع مسلم مجتمع موحد مجتمع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم واشعدنا هذه الشجاعة ذي الاعتذار وشجاعة الاعتراف بالخطأ إلى أن أخطأت طيب الاعتذار أخي الكريم والاعتراف بالخطأ كيبدأ بوحد الحاجة الرئيسية يكا دي النقطة دي الإنطلاق شنو هي نقطة الإنطلاق هي أولا أقتنع بأنني رأني ارتكبت خطأا حج كي اللي هو ما مقتنعش ما تقولك لما أخطأتش ذاك شي ليدر تقولك أن أخصو الدار يعني واحد القصوحية كتكون خطيرة يكا فإذا أول نقطة اللي منها الإنطلاق هي أنني أدرك فعلا بأنه رأك إن واحد الخطأ وبأن ذاك الخطأ يجب أن يصحح ثم المرحلة التانية النقطة التانية هي أنني كان أعتذر من هذا الشخص وأحاول أن أصلح ذاك الخطأ أملي كان تكلموا على الاعتذار أنا ماشي اعتذار غير كلام فقط شفاوي فقط لا الاعتذار يعني يخصو يكون ماشي نابع فقط من اللسان كتعرف بأن وحدة من الصيفات دي المنافقين أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالمؤمن أي كلمة كيقولها ستكون نابعة من القلب دياله بمعنى أنها كتحمل وحد المشاعر صادقة كتحمل معها وحد الأحاسيس عميقة بمعنى أنه هذه الاعتذار راه ماشي غير كلام فقط بل يجب أن يكون مصاحبا بأحاسيس هذا أحاسيس منذ أننا قلنا بأن توبة فاش كنتكلموا على الله عند الأركان ديالها اللي هو الندم ياك والإقلاع والعزم على عدم الرجوع فالأحاسيس هو هنا شنو كي مثلها كي مثلها الندم بمعنى خاص ندم فعلا أنا حسيت بأنني نادم على ذاك شيء اللي درت ندمت لأنني حسيت بأنني فعلا ذاك الإنسان كنت ليه سبب في الإذاية أذيت شوف سيد النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم أخي الكريم واختي الكريمة كي علمنا هذا المعنى هذا من خلال وحد الدعاء جميل فاشكيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بمعنى أن الإنسان كي تعلم أنه يعترف بالخطأ كي تعلم أنه يعترف بالذنوب دياله كي تعلم أنه يعترف بالتقصير دياله ويتعلم الاعتذار وذلك الاعتذار كيف يقولنا نابع من القلب بمعنى أنه مصحوب بمشاعر الندم وكل ابني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون كل ابني آدم بدون سيدنا كل ابني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون فاصل اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سدي كرام في هذه الحصة المباركة من برنامج إن في الجمعة تسعة نسعد دائما بهذا التواصل الروحي المبارك عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم سائلين المولى الكريم أن يمنع علينا في هذه اللحظات المباركة بالقبول ونيل المأمول وأن يحقق لنا الرجاء ويستجيب لنا الدعاء ويرفع عنا البلاء والوباء وأن يجعل هذه الساعة المباركة ساعة فرج وفرح وفتح ومنح وساعة كرم وساعة جود وإحسان إنه ولي ذلك والقادر عليه أخي الكريم واختي الكريمة اليوم كنت تتكلم على واحد الخلق من الأخلاق يعني لو كانت فينا كمسلمين فقد نكون في أحد المستوى عالي جدا إنما الأمم الأخلاق كما قال شوقي رحمه الله إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا حتى الناس اللي كتدرس علم الاجتماع كنا قاعدة في علم الاجتماع كتقول بأنه إلا بغيت تعرف وحد الحضارة وش ما زال عندها مستقبل ولا ما عنداش المستقبل شوف الأخلاق من لك تشوف الأخلاق دي الأفراد دي هذه المنطقة دي الناس اللي كنتميوا لهذه الحضارة أخلاقهم جيدة ورفيعة وعالية عرف بأن رأى عندهم بالمستقبل ومن ما كتكونش الأخلاق ما كيكونش المستقبل كيكون ذاك المجتمع يعني الأخلاق أخي الكريم واختي الكريم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو التعريف دي المسلم بمعنى أخلاق أنه هو وحد الإنسان ما كيقاديش الخط دياله هذا هو المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإذا كان واحد الإنسان يعني كيدير الأركان ذي الإسلام الظاهرة صلاة صيام صوم حج زكا وكذا ولكنه يؤذي هذا ويشتم هذا ويسب هذا يأتي يوم القيامة مفلسا كما قال عليه الصلاة والسلام كي يجي خاوي لأنه الأعمال اللي كنديره ما كتكتبش في السمية دينا مباشرة هذه الأعمال اللي كنديره كتبقى يعني كيف كيديره في بعض المعاملات اليوم في القانون أنهم لي كيبغيش يوحد يشري واحد الحاجة كيدر ما يسمى بوعد بالبيع ذاك الوعد بالبيع ما كيعنيش أنك شريتي هذه الحاجة ولا بعته هذه الحاجة بمعنى ما زال ما كتتملك هاش ما كتتعطاك الشهادة الملكية دي لها داك الملك الحسنات نفس الشيء الإنسام لي كيدير أعمال صالحة رغم ما كتتعطاها الشهادة الملكية دي لها ديك الحسنات حتى يستوفي واحد الشرط شنو هو هات الشرط؟ هو أنه ما يآذيش الآخرين إلا خرج من الدنيا وهو ما آذيش الآخرين كتولي هديك الأعمال دياله فعلا دياله في ملكه كتتكتب في سميته إلا هو كانت يآذي الآخرين ما كتتكتبش في سميته كتتمشي للآخرين يك قال صلى الله عليه وعليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ديها ما له ولا دينار ويقول لهم الله ما شهدك بالمفلس؟ هذا الدنيا المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وعمرات ودى الأعمال صالحة ولكنه شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وظلم هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته صافي وخلوها خلوهم ما عنده تحشي حاجة بل المصيبة العظمى هي أنهم لم يغلقاش باش يخلصهم سلاة الحسنات دياله ما زال ناس كتساله فيأخذوا من سيئاتهم فتطرحوا عليه فيطرحوا في النار نعود بالله من ظهر البوهر بمعنى أنه راه الدين ديالنا أصلا راه كانت تكلموا على أخلاق من لي كي يعرف سيد النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم المؤمن كي قل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو التعريف دي المؤمن نهار للإنسان شفتي أخي الكريم وختي الكريمة خليني نكون معك صريح راه بشتعرف راسك مؤمنة أو بشتعرف راسك مؤمن إلا كان عندك الحب أنك تحب للآخر ما تحب لنفسك ذك شلي كتمنى الراسك تتمنى للآخرين راه النهار اللي تكون وصلت لهذا الدرجة هذه أنك مليك تشوف الآخرين كتمنى لهم ذك شلي كتمنى الراسك شنو كتمنى الراسك بمعنى أنه إنسان من لي كيبغي يعيش هو بوحده ويتمتع هو بوحده ومشغلوش في الآخرين بل ينزعج وتوقع عليه قلق وتوقع عليه دطراب اللي كيشوف بأن بعض الناس حسن منه اللي عندهم شي أمور اللي عنده أو ينافسونه بين قوسين في الدنيا يعني الدنيا فيها منافسة كيشوف بأنه كينافسوا في شي أشياء دي للدنيا كيزحموا في شي أمور دي للدنيا فينزعج ويد الطريب وتوقع عليه قلق وما تيعجبوش الحال فإذن فليراجع هذا العبد الإيمان ديره فالعلامة دي الإيمان هي أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بمعنى أن المسائل رأى واضحة واضحة نعرف رأسي واش مسلم إذا سلم المسلمون من لساني ويدي ونعرف رأسي واش مؤمن إذا أحببت للآخرين ما أحب لنفسي فإذن أخي الكريم واختي الكريمة مليك أن تتكلموا إحنا على الاعتذار وتقافة الاعتذار وتقافة الاعتراف بالذنب والخطأ فالمجتمع مليك أن تكون في هذا الثقافة يعني فاشية ومنتشرة يعني كتولي الألفة وكتولي المحبة بين أفراد هذا المجتمع وبنتنا أخي الكريم واختي الكريمة يعني باش نكونوا إيجابيين ونكونوا صادقين رغم هات المظاهر اللي كنشوفو دي السوء الأخلاق وهاتش اللي كنشوفو يعني في مواقع التواصل الاجتماعي راتقوا بي إلى حالات نادرة في المجتمع المغربي رغير يسلط عليها الضوء وكان الناس اللي كيحاولوا أنهم يبينوا المجتمع بأنه سيء وأنه فيه أخلاق سيء وكذا وإلا ره المغاربة في فطرة ذي لهم وناس طيبين وناس فطريا فطريا عندهم أخلاق جيدة وناس مربين المغربي بالفطرة ذياله أنه ولد الخير المغربي بالفطرة ذياله أنه إنسان يعني طيب وإنسان فيه أخلاق جيدة وأخلاق جميلة وإحنا من اللي كانت تكلموا على هذا القذي دي الأخلاق فلا نستحقر مثل هذه المواضع لأن نرى دورتي مثل هذه البرامج هذه التوعية يعني رأى مهم جدا والناس تستجيب تقو بيا إلى الناس تستجيب والإنسان عمره ما يفقد الأمل اليوم هاتش اللي كنشوفه ورأى ما بقاش كي بسشرب الخير وذيك النظرة السوداوية اللي كنشوفه رأى ما شيء دائما صحيحة ما شيء دائما صحيحة رأى حالات شاذة في المجتمع المغربي وهاتش غريب على المغاربة يك فالأصل في المغاربة أنهم شعب طيب شعب عنده أخلاق شعب متميز بمجموعة من الصفات فالهدف ديل هذا المطرس مثلا وهذا الموضوع هو إشاعة هذا الأفكار الإيجابية هذا الأخلاق بغينا ترصخ في المجتمع المغربي تخيل بأنه في المجتمع دينا نقول فيما بيننا كينا هذي الثقافة ديال أنني إذا أخطأت وفي حقك أنني نجي عندك ونطلب منك المسامح ونقول سمح لي وأخطأت وأنا ما شيء تقولها باللسانية أنا تقولها وإنا قلبي يعتصر ندما مع جميع ذك شي الليدر وما نبقاش نبرر ما نبرر نجي نقول ظلامت نفسي يك هذا الثقافة وهذا الأخلاق ديال الاعتراف بالخطأ رغم اللي غادي تشيع في المجتمع غادي تولي وحد الألفة وغا تولي وحد المحبة بين الناس رقم واحد رقم جوج غادي تخلي أن أصحاب الحقوق ترجع لي من الحقوق دياله لأنه رب ما شي معنيتها أنني كان جي كان أعتذر مثلا أنا ديت لواحد الإنسان دياله ونجي نطلب منه المسامح وسمح لي وسمح لي وصافي وصالينا لا إيا سمح لي باللسان وندمت ولكن رجع لي ديالي أعطيني ديالي أخذتي ليا يك فبعض الناس كيف فهم أنني نسامحك مثلا أنني نتنازل لك على حقي لا رجع لي حقي أنا كنت معك شريك في واحد العمل ونصبت ليا ودتي لي يحب وتبن كما نقول بالدريجة المغربية فممكن تخليني هكذا ضيعتيني في حقي ونجي نسمح لي أو وحد الإنسان كل الأخ دياله في الورد مثلا وتيجي عنده وتيجي ويقول لي واسمح لي أو المسامح كريم نعم لمسامح كريم ولكن أعطيني حقي لحتي أخي الكريم واختي الكريمة فالمجتمع مني ستكون في هذه التقافة هذي فغتكون المحبة غتكون ألفة غترجع الحقوق لأصحاب ديالها ثم واحد القضية مهمة جدا غتتحيي ذلك العدوات هذا الغل هذي الأحقاد من القلوب وكذلك تطلب المسامحة من واحد الإنسان وكذا وذلك العدوة اللي كانت والشيطان كانت يعمر لي رأسه وشو فلان ودارليك وفعليك وكذا فمليك جينت وكتطلب المسامحة كتهرس ذلك شي كل اللي كانت يبني الشيطان فكترجع للمياه المجاريها وكتولي ألفة وكتعود تولي محبة ثم في اعتقادي والله أعلى وأعلم أن أعظم ما كين في تقافة الاعتذار وأن الإنسان كيكون انتصر على ذيك الأنا دياله على ذيك الإيجو دياله كيكون غلب نفسه ما غلب نفسه يتخلص من العناد ويتخلص من الكبر والإنسان عندما ينتصر على نفسه يشعر بوحد المشاعر الرائع جدا لا تقدر بثمن الشي دبال نفس ديالك من اللي كتتبعها في الهوى ديالها وكتدير ديالك شي اللي كتطلب منك وتتأمرك به إن النفس الأمارة ماشي آمرة أمارة بصيغة مبالغة إن النفس الأمارة بالسوء فهي تأمر دائما بالسوء فمن اللي تخالفها وكتحاول تدير ديالك الشي اللي تقول لك الله تعالى وليك يقول لك سيد النبي صلى الله عليه وعلا وآله وسلم وتنتصر عليها كتلقى وحد النشوة ووحد الفرحة وتجد وحد الحلاوة ما بعدها حلاوة ولذلك اللي انتصر على نفسه يعيش في طبق نينة واللي بقى تابع نفسه يعيش في النكد وتعيش في العناء وتعيش في الشقة بمعنى أن هذاك الإنسان اللي عنده ويطلب الاعتذار وكيعترف بالخطأ دياله وإلا كانت شي حقوق خداها ولا كدرها كي يرجع هذا الإنسان أخي الكريم واختي الكريمة من أقوى الناس ومن أشجع الناس وهذا دليل على أن القلب دياله قلب سليم فاصل ثم نواصل اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أخي الكريم واختي الكريمة كنت تكلموا اليوم على التوبة ولكن واحد المنظور آخر كنت تكلموا على توبة بين الإنسان والإنسان كيفش أنه تكون عندي القدرة أنني إذا ارتكب شي أخطأ بيني وبين شي وإنسان آخر كان مشي عنده كنت طلب منه المسامحة إلا كنت واخد لي شي حق من الحقوق دياله تنرجع عليها هذاك الحق وهذا شي كله كنديره علاش باش نلقى الله تعالى وأنا مرتاح وما نجيش عند الله تعالى وأنا مفلس وفي الحقيقة قد مقدر الإنسان يتخلص من الحقوق ديال الآخرين في الدنيا قبل الآخرة سيكون أفضل لأن العلاقة بيننا وبين الله مبنية على المسامحة سيد ربي إذا أخطأت في حقه فإنه غفور رحيم أمرك بشيء فلم تأتمر به أو نهاك عن شيء فارتكبته وكيبقى بينك وبين سيد ربي إن شاء عزب هذا الإنسان وإن شاء غفور له لكن ملكة كل حقوق عند علاقة بابن آدم بالإنسان أنا سيد ربي كيخليك منك لهذاك الإنسان ومعلوم أن يوم القيامة ستكون العملة الصعبة هي الحسنة ما سيعقل علي وما سيعقل علي كتشي واحد كل شيء في يوم القيامة سيبدأ يقول نفسي 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 نسأل الله السلامة والعافية بمعنى أن الإنسان الفطن الزكي اللبيب يخلص في الدنيا محده هناك الفلوس محده هناك الوقت محده هناك يك ثم أخي الكريم واختي الكريمة شيء مراتك تقدر توقع شيء أخطاء غير مقصودة وأحيانا نرتكب أخطاء في حق بعضنا البعض وإحنا مرادينش البال تنقدرون نكونوا ظلمنا ولم نشعر بأننا ظلمنا ولكن روحة الإنسان تقصح من جهتنا وأنا معلّب ليش وهو مجرش نبهني أو انقطع التواصل وما عنديش خبار أبداً بأنني ظلمته ولكن ربما أنا درتشي تصرف أو قلتشي كلمة أو درتشي فعل من الأفعال لم أنتبه له ودرته بحسنيني ولكن كان عنده واحدة تأثير السلبي على ذلك الإنسان ربما اللي الكل هي ذك سيدة كاتبك ربما بقدك الإنسان يشعر بالحزن والكآبة يعني وحد المدة زمنية بسبب شي حاجة صدرت مني وأنا لم أعر لها بالا وبحسن نية فهنا علمنا النبي صلى الله عليه وعليه وآله وسلم أن ننذر مجموعة من الأدعياء ويك ونطلب الله تعالى أن يغفر لنا لأننا راشي مرات نرتكب أخطاء ولا نشعر من أعظم هذه الأدعية أحد الدعاء أنا أعرفك بأنك حافظه بزيان وهو سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت هذا الدعاء هذا تقول عليه النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم بأنه من قاله من النهار موقنا إذا مات في ذلك اليوم فهو من أهل الجنة قليل هذا الدعاء بالليل وهو موقن بهذه الكلمات هذه ومات في ذلك الليلة فهو من أهل الجنة بمعنى أن هذا الدعاء جميل أولا خلقني نحفظه خلقني نحفظه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت هذا الدعاء هذا مفتاح دي الجنة هذا ما خلقني نضيعه هذا خلقني نحفظه خلقني نعرف أن نقلس ليه وحد ربع ساعة ومقا نعود فيه ومعود فيه حتى نحفظه ثم لا يكفي أنني مقا غير نردده يكا هو كي يديقل في الصباح وكي يديقل في الليلة يديقل مع أذكر الصباح ويدكر في أذكر المساء لكن من اللي نكون كنقوله تنقوله أنا فاهم المعنى دياله وأنا حس به بمعنى أنني تنقوله لفظاً بلساني ومشاعر وأحاسيس بقلبي أمليك نقولي أبو أولك بنعمتك علي يعني أعترف لك يا مولاي بنعمتك علي نحاول نفكر في النعم اللي أعطاني صدر به نفكر في البصر ونفكر في السمع ونفكر في الحراكة ونفكر في النعم التي لا تعد ولا تحصى أملي نقولي وأبو أولك بذنبي نعترف لي بذنبي وأستحضر ذنبي في هذه اللحظة بأنني درت وفعلت 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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاصل ثم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أخي الكريم وأختي الكريمة اليوم كانت تكلموا على ثقافة الاعتذار ووحدة من الأفكار المهمة ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الإنسان يحرص على أن هذا الخطأ اللي دار أنه يجتهد في تصحيحه ومن اللي يطلب المسامحة من هذا الشخص يطلب منه أنه يسمح لي على هذه المشاعر السيئة اللي كان فيها سبب بمعنى أنه ماشي تقول لي اسمح لي فقط هكذا بشكل عام وإنما تخصص باش يكون ذاك الإنسان عارف راسو شنو بالضبط عليه حنا كان هذا مثلا إلا قال شي كلمة ماشي هي هديك أو قال شي كلام بوحد الأسلوب ماشي هو هدك فكيجي عند هدك الإنسان تقول له أنا راني سنطلب منك المسامحة على هديك الكلمة اللي قلت ذاك النار أو هدك الفعل الذي صدر مني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني وهذاك الاعتذار مخصوش يبقى غير مجرد أقوال فقط ولكن يخص يكون معه وحد الفعل تصحيحي يك كيف قلنا قبيلا أنه مثلا واحد الإنسان إلى أنا واخد له واحد الحاجة ماشي دياله فميمكنش نجي ونطلب منه المسامحة ونخلي ذاك الحاجة عندي يخص يرجع عليه إذا نخص يكون واحد الفعل تصحيحي ثم نعطيه واحد الضمان بأنني ما غديش نعاود مرة أخرى ما غديش نرتاكب معه مرة أخرى هدك الخطأ لماذا باش يكون ذاك الاعتذار عنده مصداقية باش هذك الشخص يحس بالأمان ثم ما كان واحد الأمر مهم جدا نلفت إليه الأنظار وهو أن البعض يعتقد بأن اللي تعتذر هو الصغير الصغير يطلب الاعتذار من الكبير يطلب السمحة من الكبير منه أن الإبن هو لخص يطلب الاعتذار والمسامحة من الأب ديره أو الموظف يطلب المسامحة من المسؤول ديره بمعنى أنه من الصغير الكبير وهذا في الحقيقة فكرة ليست في محلها هذا اعتقد خاطئ لأن كيف قلنا في المقدمة أن الاعتذار وطلب المسامحة هذا من شيء من الأقوياء ومن علامات الناس اللي عندهم رقي في الأخلاق فالاعتذار ما تيجيش من طرف واحد فقط من الصغير الكبير من التحت الفوق لا تيجي من هذك الإنسان الذي صدر منه الخطأ ولو كان الكبير هو الذي أخطأ يعتذر لمن هو أصغر منه الوالد إذا أخطأ في حق والده يقول اسمح لي يا ولدي رادرت لك وفعلت لك وما كانت عليين دير هكت اسمح لي الزوج أخطأ في حق زوجته يجي يطلب منها المسامحة إلهي أخطأت في حقه تجيه يجي يطلب منه المسامحة المدير تيطلب المسامحة من الموظف والموظف تيطلب المسامحة من المدير بمعنى أنه واحد العلاقة اللي هي متبادلة وهذاك اللي تيطلب الاعتذار هذا هو الأقوى ارتكبت واحد الخطأ وما انتبهتش ومن بعد راجعت الحسابات ديالي ولقيت راسي بأنني كنت مخطئ فمن الشجاعة ومن القوة ومن رقي الأخلاق أنني نطلب الاعتذار ونطلب المسامحة ثم كين واحد الخطأ ممكن يوقع أنه من لي كيجي ذاك الإنسان يطلب الاعتذار كيجي يطلب المسامحة وكيجي كيبدأ يلوم في ذاك الإنسان تيقول لي مثلا زوجة تطلب المسامحة من رجلها مثلا ارتكبت معه شي خطأ من الأخطأ فكتجي كيطلب منه المسامحة وفي ثنايا أنها كتطلب منه المسامحة كتقول لي ولكن راك انت السبب انت اللي خليتيني ندير هاد القضية هادي بدك التصرفات ديالك وبدك الهضراء اللي كنتي كتقول لي وكذا فكين قال بدك طالب الاعتذار إلى لوم وهنا شي ما درناه إذا هذا النوع من التبرير النوع من التبرير بليك يجي ذاك الإنسان تيطلب منك الاعتذار ولكنك يقول لك ولكن هاد شي اللي درت خطأ ما كانش عليين نديره ولكن راكنته والسبب انت اللي دفعتيني ندير هاد القضية وانت اللي خليتيني ندير هاد القضية وهكذا كي بديلون فيك فإذا هذا لا يطلب الاعتذار هذا رجع مرة أخرى يبرر ثم شكون فينا ما تيحلمش أنه يغفر لي الله تبارك وتعالى الزنوب ديره كله ما تقدم منها وما تأخر ويقول لي عبدي سعبحتك درتي ودرتي 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 ودك شي كله غفرت وليك وسمحت لك من منا لا يتمنى هذا؟ كلنا بدون السيدنا تخيل بأنه الإنسان الذي يسامح أخاه الإنسان تيسامحه الله تبارك وتعالى مليجي عندك وحد الإنسان أخطأ في حقك ويطلب منك الاعتذار فالإنسان ما يقصح شراصه ويقبل ذاك العذر دي لها ذاك الشخص وما يتكبرش عليه في هذه اللحظة الآخر جاء مستسلمان ويتغلب على الإيقو دياله وتغلب على النفس وتغلب على الأنا وتغلب على الهوى وتغلب على كل شيء وجيت يطلب منك المسامحة فهنايا ما تعاونش عليه الشيطان هنا عامله بالطريقة اللي يبغيتي الله تبارك وتعالى أنه يعملك بها وهي أن تقبل توبته تقبل عذره تسامحه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فاصل ثم نواصل اللهم صلي على سيدنا محمد حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اليوم الدين شكرا جزيلا أخي الكريم أختي الكريمة على هذه اللحظات الجميلة التي قضيناها معكم في صحبتي هذا الموضوع موضوع تقافة الاعتذار وتقافة الاعتراف بالخطأ في الحقيقة بغيت واحد النقطة أن أشير إليها في نهاية هذه الحلقة وتعمت أنها تبقى هي الأخرة لأهميتها لكي ترسخها في الأذهان وهي أنه أولدت نخصا نعلموهم هذه القضية من الصغر هذه تقافة الاعتذار يعني نعلمها لولدتنا ومن لغادي نعلمها لولدتنا ماشي بالأقوال بل بالسلوك بالأفعال أنه ولدتي تشوف فيها نموذج قدوة أنني عندما أرتكب خطأ سواء أنا كزوج في حق أمهم أو أنا كزوجة في حق الأب ذي لهم أو في حقهم حتى هما يعني كنجي كنطلب المسامحة وكان أعتذر فمليك يشوفوا الأبناء هذك الأب ولا هذك الأم ذي لهم يعني تعترفوا بأخطائها وتعتذر وتطلب المسامحة وكتراجع شي مراتي لبلها بأنه كان ذاك الرأي خطأ وكان ذاك الفعل ما شيء هو هذك فتتراجعوا عن خطائها وكتصلحوا وكذا فهناك تقولي هذه السيدة هذه ولا هذا الرجل كيقولي وحد القدوة لها ذوك الأبناء وكيطلعوا في المجتمع يعني وحد نماذج صالحة يعني تعتذر إذا أخطأت وتقبل عذر من اعتذر إليها وما من أحد أحب إليه العذر من الله جزاكم الله خيرا وبركة فيكم وعليكم وتقبل الله منا ومنكم لا تنسونا من صالح دعواتكم كانت معكم هند كنينير في الإخراج وتنسيق الفقرات عبد المجيد أمزال في الإعداد وتقديم هذه الحلقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن في الجمعة ساعة فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزال